في أقل من ثمانين يوماً أكثر من مئة هجوم شنتها فاصائل مسلحة على مصالح أميركية في العراق وسوريا لكن الرد الأميركي كان حاضراً عبر سلسلة غارات جوية وهو ما ينذر بالتفاقم الأوضاع والتوترات نمنية تلقي بظلالها على العراق تركزت تلك الهجمات بشكل خاص على ثلاثة مواقع رئيسة تضم قواعد للتحالف الدولي في العراق أبرز تلك المواقع قاعدة عين الأسد في الأنبار والتي تضم منشآت عديدة تابعة لقوات التحالف الدولي بالإضافة إلى قاعدة حرير أيضاً في أربيل عاصمة أقليم كردستان التي تضم قوات للتحالف الدولي تقدم استشارة للقوات العراقية بشأن الحرب على تنظيم داعش فضلاً عن مبنى السفارة الأميركية في العاصمة بغداد وأهداف متفرقة داخل سوريا لكن ردات الفعل العسكرية الأميركية كانت مقننة ودقيقة وهي ست ضربات أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية بشكل رسمي رداً على هاجمات شنتها فصائل عراقية في وقت سابق الأولى كانت ثلاث منها في سوريا وثلاث في العراق بدأت هذه الضربات من الحدود العراقية السورية وتحديداً في البوكمال عندما أعلن الجيش الأميركي في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي تنفيذ غارات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعة يدعمها رداً على سلسلة من الهاجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا وفي التاسع من تشرين الثاني قتلت غارة أميركية تسعة أشخاص في سوريا باستهداف منشأة لتخزين الأسلحة قالت إنها تابعة لإيران وقالت وزارة الدفاع الأميركية في حينها إنها أو إن تلك الغارة جاءت رداً على هاجمات استهدفت قوتها في العراق وسوريا وبعدها بأربعة أيام فقط في الثالث عشر من تشرين الثاني أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن شن غارات جوية على منشأات تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينتي البوكمال والميادين شرقي سوريا وأسفرت عن مقتل ثمانة أشخاص أما في العراق فجاءت تسلسل الرد الأميركي بداية من الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر الماضي عندما قتلت غارة أميركية ثمانية عناصر أعلنت لاحقاً كتاب حزب الله إنهم ينتمون إليها فيما أكد الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات دقيقة على موقعين في العراق رداً على هاجمات شنتها جماعة مرتبطة بإيران قد قوته في العراق أما الهجوم الثاني في العراق الذي سبق غارات فجر الثلاثة فكان في الثالث من شهر كانون الأول ديسمر الحالي عندما نفذت الولايات المتحدة ضربة في العراق دفاعاً عن النفس ذا تهديد وشيك في موقع يستخدم لإطلاق طائرات مسيرة وهذه المرة كان الرد في كاركوك حيث قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص من فصيل المسلح نعتهم فيما بعد ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر